مرحبا ورحمة الله فرنسية السنة أول إعدادة نستعنف مع نتكلم عن كتابة خبر مختلف أو متنوع مستعملا عن كارنوفا كما قلنا فيما سابق كارنوفا تعني تصميم الكتاب أو تصميم طرز هنا سنكتب خبرا متنوعا لكن بعد أن نعد له تصميم سوفي من بيبي أنقيدوا رضيعي سوفي من بيبي أنقيدوا رضيعي إل نو رسپير بلي يعني أنه لم يعد يتنفس إل نو رسپير با يعني أنه لا يتنفس أما كما عندنا هنا إل نو رسپير بلي يعني أنه لم يعد يتنفس سيمو هذه الكلمات ست المامون دو ترنتياء عم هذه الكلمات إنها أمون لواحد وثلاثين سنة في حالة رعب وهلع نتكلم عن أم ذات الواحد وثلاثين سنة في حالة رعب وخوف وهلع سوفي من بيبي أنقيدوا رضيعي إل نو رسپير بلي هو لم يعد يتنفس سيمو هذه الكلمات ساتين مامون دو ترنتياء أنا نتا دو ترنتي إنها أمون دات الواحد وثلاثين السنة في حالة رعب أنا نتا في حالة دو ترنتيك في حالة رعب كيليك في التي صرختها المقصود التي صرخت هذه الكلمات التي أشرنا لها قلنا هذه الكلمات ثم أن الكاتب تحدث عن الأم ساتين مامون طبعا ترك هذه الكلمات سيقدم الأم ثم سيعود للكلام عن هذه الكلمات سيمو ذكر الكاتب هذه الكلمات سيمو ثم وضع فاصلة ثم سيتكلم عن الأم بسرعة ثم يعود لهذه الكلمات ليكمل الحادث عنها سيمو ثم سيتون مامون دو ترنتياء أم أنا نتا دو ترنتيك إن أمون دات الواحد وثلاثين السنة في حالة رعب ثم سيعود لهذه الكلمات سيمو كي ليك خي هذه الكلمات التي صرختها المقصود أن الأم كانت تقول هذه الكلمات وترددها ما هي هذه الكلمات سيمو بيبي إِلْنُوْرِسْبِغْبِيْ أَنْقِدُوا رَضِيعِيْ إِنَّهُ لَمْ يَعُدْ يَتْنَفَّسِ سيمو كي ليك خي أو بوليسي إذن هذه الكلمات التي صرختها لذلك في الشرط لذلك أغضن لذلك أغضن إذن في الوقت الذي أمرها الشرطي بالوقوف أو بإيقافة سيارتها بدأت تسرخ في وجهه وتقول له سوفر م بي بي إنه لا يتبعه لا يتبعه إذن أيضا يقوله على الشيخ المنزع لتفكيره المجرد 10 عامر يوم الأربيع عاشرة يعني شهر إثنان فبريع حقا لذلك يقدر معه لثيث يقرأ راية في المنزل المقنية في المنزل الواجهة المسادة بشياء المصرحة بيهاده الكلامات لشرته قلت لقرأة لصف الواجهة التي يطعر لحظه الهيوكال التي يطعر لحظه الواجهة في سياراتيه لجمه المقرد 10 فهوهي يوم الأربيع عشرة فبراير في حين هم يحققون المقصود بأنهم يقيمون في حين كانوا يقيمون مراقبة طرقية إذن هذه الشرطة كانت تقيم مراقبة طرقية كما نقول في المنطقة الباريزية طبعا نتكلم عن منطقة تخضع لمدينة باريز نتكلم عن منطقة بمدينة باريز إذن بمعنى آخر الشرطة كانت تقيم مراقبة طرقية في إحدى النقاط الطرقية وعند إعطاء الأمر للأم بإيقاف سيارتها بدأت هذه الآخرة تصرخ للشرطة وتقول لها سوفي مون بي بي إنه عسبير بلي أنقد رضيعي إنه لم يعود يتنفس إنه لم يعود يتنفس إذن في مقعد خاص بالردع إذن هم يكتشفون نتكلم عن الشرطة إنفيت يكتشفون بني يكتشفون بني صغيرة ني وليدت في يناير كما نرى بأن البني ولدت في يناير في حين أن الحادي توقع يوم عاشرة فبراير إذن نتكلم عن في مقعد خاص بالردع إل ديكوفر إنفيت يعني هم يكتشفون بني ني وليدت في يناير التي لم تعود تتنفس هنا كما قلنا هنا لا توجد عندنا جملة نقول مثلا أل نوريسبر با أو مثلا كي نوريسبر با هذه تتعني بأنها لا تتنفس أصلا ولكن الذي عندنا هنا كي نوريسبر بلي التي لم تعد تتنفس المقصود أنها كانت تتنفس ولم تعد كذلك إذن كي نوريسبر بلي إميدياتم في الحين إميدياتم لان دي بوليسي في الحين واحد من الشرطة أنانسيا بومبيي يعني أنه كان رجول إطفاء قديم قبل أن يصبح شرطيا أنانسيا بومبيي دو باري إذن نتكلم عن رجول إطفاء يعني سابقا دو باري بمدينة باريس بخون لنوريسون يعني أنه أخذ الرديع نتكلم عن لوفر بمثلا نوريغ يعني أطعام بخون سالوفر بخوند يعني أنه أخذ بخون لنوريسون يعني أنه أخذ الرديع دون سي بغا أخذ الرديع في دراعيه إلوي بخاتيك ثم طبق عليه إلوي بخاتيك كما نقول هنا له طبق ولكن المقصود أنه طبق له أو طبق عليه ماذا طبق عليه عدنا لوفر بخاتيكي إذن نتكلم على بخاتيك يعني التطبيق بخاتيكي يعني طبقه إلوي بخاتيك وطبق عليه دي مصاج كاردياك طبق عليه دي مصاج كاردياك إذن طبق عليه تدليك خاص بالقلب إذن طبعا نتكلم عن نوع من التدليك يطبق على الأشخاص الذين يفقدون الوعي أو يفقدون التنفس أيضا نطبقه على الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من الغرق إذن نضغط على صدورهم ثم نقوم ببعض التدليكات القريبة من هذا الأمر إذن نتكلم عن لوي بخاتيك دي مصاج كاردياك طبعا عدنا كاردياك نتكلم عن لوكور لوكور يعني القلب الصيفة التي تأتي منه هي كاردياك كاردياك يعني قلبية ثم بعد هذا لانسيا سابور بمبيه سابور بمبيه نقصود بيه بمبيه يعني نتكلم عن رجل إطفاء ثم لانسيا سابور بمبيه أدي دان كولاك هذا رجل إطفاء أدي مساعدا يعني أن شخص آخر يساعدو أدي يعني أنه مساعدا دان كولاك مساعدا بصديق المقصود بصديقه أمن تخي فيت أخذو سالوفر أمني أمن تخي فيت يعني أنهم أخذوا بسرعة لبابي ألوبيطال يعني أنهم أخذوا بسرعة الراضيع إلى المستشفى دو كولومي طبعا لنفس المنطقة بندن ستن في أثناء هذا الوقت بندن ستن أثناء هذا الوقت لاماما ويبنيها دو أربع و تسع سنوات سان بخي يعني أنهم أخذوا عدنا الوفر بخوند مرة أخرى إذن سان بخي يعني أنهم أخذوا طبعا عدنانا الصرف دياللوفر بخوند ألافوا باسيف ألافوا باسيف كمان نقول بأنه مبني للمجهول إذن هم أخذوا وليسا هم ألادينا أخذوا كما رأينا قبلن إميدياتما لانه دي بوليسي انه أخذوا يعني أنه يأخذ الرادع دان سيبرا يأخذ الرادع في دراعي إلوهي بخاتيك دمساج كاردياك لكن الذي عندنا هنا بندن سوى تنة أهذا الوقت لاماما ويساين دوزنفان إذن الأم وإبنيها دوكاترين أفن دوائي أربع واتسع سنوات سان بخي يعني أنهم أخذوا ان شارج يعني كما لو نقول أنهم أخذوا بالعناية كما لو نقول طبعا نتكلم عن شارج كلك دون ريسبونسابيلتي يعني أنك تكلف شخصا بمسؤولية إذن نتكلم على شارج كما لو نقول حمولة عدنا هنا أن شارج كما لو نقول بمسؤولية المقصود أن الأشخاص تكلفوا بين المقصود أن الجهة التي أخذتهم تكلفت بين إذن عدنا هنا لا ماما إذن هم أخذوا كما لو نقول بالعناية يعني أنهم أخذوا بالعناية من طرف باقي الشرطة المقصود أنهم سامعوا أو تلقوا من خلال الراديو المقصود أنهم تلقوا خبر من خلال الراديو كه تلقوا بأن كه بأن لا ماما واحدا بين لا ماما واحدا لنا إذا نتكلم عن البنت الصغيرة أنها فتحت للمرة الموالية طبعا أنها فتحت مرة أخرى لزيو فتحت العينين كما نقول هنا الأعين بفضل التدليك القلبي للشرط المنقيد يعني منذ وصولها إلى المستشفى إذن هي تفتح مرة أخرى عينيها بفضل هذا التدليك منذ وصولها للمستشفى لنوريسون لنوريسون عندنا عبارة تيري دافار طبعا كلمة أفار تتعني شأن تتعني عمال تتعني تجارة تتعني قاضية إذا نتكلم عن أن دافار رجل أعمال أو نتكلم عن إنافار إنافار يعني قاضية لكن العبارة التي عندنا هنا سوتيغي دافار عندنا سوتيغي دافار المقصود سوتيغي سوكسي دون ديفيكلتي سوتيغي سوكسي دون ديفيكلتي يعني أنك تخرج بنجاح يعني أنك تخرج بنجاح من صعوبة يعني أنك تكون في صعوبة ثم تخرج منها بنجاح إذن هذا الذي عندنا في هذه العبارة لنوريسون إذا نتكلم عن أن دافار المقصود أنه خارجة ناجحة من هذه الصعوبة نستعني في الحلقة القادمة أحيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر